الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبي تنبه الوحدي المسألة من الشبهات حول موضوع زكاة الفطر وما زال الناس راح يتوري في وجهها في الفيسبوك وما زال يتكلموا الجهل وما زال حبي يندي وتشويش على الشعب الجزائري ويبدعونه ويظللونه ويخرجون العلماء من السنة حسبنا الله ونعم الوكيل وش هم يقولوا للناس يقولوا لهم النبي عليه الصلاة والسلام فرضها طعاما زكاة الفطر واما اخرجها نقدا هذا قول لأبي حنيفة دو كنتا واش تبع تبع صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم ولا تبع قول مجتهد هكذا يطرح القضية باش يتشيطنوا على الناس والله غير راكم تتشيطنوا راه فضحكم ربي خلاص أعلا استمعوا الجواب الذي فرضها طعاما صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي قبلها قماشا من سيدنا معاذ في صحيح البخاري روحوا صحيح البخاري في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام ارسل معاذ إلى اليمن باش يجمع الزكاة ورالوا كيف يجمعها من البقر من الغنم من الإبل من الأموال ورالوا كيف يجمعها فلما وصل سيدنا معاذ إلى اليمن رضي الله عنه ووجد أن أهل اليمن عباقرة في صناعة القماش وعباقرة في صناعة الملابس اليمن حضارة قديمة حضارة قديمة فلما وجدهم عباقرة في صناعة الملابس ووجد أن الصحابة في المدينة لا ملابس لهم واش قال لهم قال لهم ما جيبوليش الشاعير ما نسحق لا تمر لا شعير واش نجيبولك يا معاد أعطوني زكاةكم ملابس وقماش هذا في الزكاة الأصلية الزكاة المفروضة الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام من عنكرها فقد كفر قبل البدل قبل البدل وليمن كان يسأل هذه الزكاة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقبلها منهم إذن ما تقولش للناس النبي فرضها طعاما وأبو حنيفة قال نقدا فتجعل الإمام أبو حنيفة مخالف للسنة الإمام أبو حنيفة لا يورعي السنة فتجعل أبو حنيفة مركزا للطعن حتى ولو جهل رأيت أحد ما زال ما خضرش لغمه ما زال ما نظرش يطعن في أبي حنيفة ويحذر من أبي حنيفة ويسميه المبتدع حسبنا الله ونعم الوكيل نعود لكم الذي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قبله الذي فرضها طعاما هو نفسه الرسول الذي قبلها قماشا إذن قبل البدل وهذا أساس صحيح لأبي حنيفة رضي الله عنه أساس صحيح لخليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز الذي كان الصحابة في زمانه بالآلاف وفرضها على الناس وأمر أن تخرج نقدا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولا ورجال وليت ورجال في قضية غزة سكتو في قضية غزة بالعلسانهم كنا نسننا منهم واحد يدعو لغزة كنا نسننا منهم واحد يقول المجاهدي غزة على حق قضية فلسطين على حق والم سكت وسكوت أهل القبور كأنك في مقبرة الآن ولو ورجال قام يا هدروز عمام ولو مالكية نتحداكم نتحداكم أنا أتحداكم ولا تجيبوا القنط في صلاة الصبح ولو زعم أقام مالكية ولو قائع عرفوا قول المالكية والإمام مالك قال وإحنا مالكية والإمام مالك لا يجوزها إلا طعاما وكذا أولا المالكية مدرسة المالكية ليست شخصا واحدا كما تهما لا 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 المالكية مدرسة كاملة صيب قول الإمام مالك هو المعتمد وأحيانا قول أشهب وأحيانا قول ابن القاسم الذي يجيزها نقدا والمالكية مدرسة تجد مدارس المالكية هاوليك القوة على الفقه المالكي أنه مدرسة متكاملة ولا وسأمكها مالكية نتحداك ولا تصلي سدلا الإمام مالك كان يصلي سدلا وماجيش تتوريل أحاديث القبض لأنه هو الذي رواها في الموطة وعمل بها في النافلة ولم يعمل بها في الفريضة الإمام مالك لم يهمل أحاديث القبض كما يعتقد البعض لا أبدا وإنما فهم أنها في النافلة وليست في الفريضة لأنه كان يرى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء التابعين وأبناء الصحابة يصلون سدلا فالإمام مالك لما يقدش ينكر هذه الآلاف المؤلفة من الأتقياء والصالحين الذين تعلموا الصلاة عن آبائهم الذين أخذوا الصلاة عن رسول الله هتواترا فجعل أحاديث القبض في النافلة هاي أنت لركزة ما تتعصب باليوم أنت عمرك ما سمعت بالإمام مالك ولا احترمته ولا تعمل بفقهه ولا قرأت فقهه وإنما أنت لا مذهبي أنت عقيدة متجسيمية أنت عدو لأهل الصلاح والتصور اليوم ولو مالكية حسبونا الله أن يعمل وكيل نعاود لكم أيها الناس وفهمهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فرضها طعاما الذي فرضها طعاما هو نفس الرسول الذي قبلها من معاذ ملابسا هذا قوله وهذا فعله إذن الذي أخرجها طعاما أصاب السنة الذي أخرجها نقدا أصاب السنة مكاش مبتدع في القضية أفهمه مكاش مبتدع ولذلك نحن المالكية الذي يخرجها نقدا نشوفوه على الصواب هو على حق ما راه مبتدع ولا على ضلال ولا خالف السنة ولا عدو الإسلام كما رانا نسمع اليوم صباحا سمعت لي أحد الجهل جاهل يحب يبان في التكتوك المهم لازم يبان حتى وصل لي يقول الله راح الله تبارك وتعال لدك يزلزل بين الأرض هكذا يقول ربي رايح يزلزل بين الأرض إذا أخرجناها نقدا يا وحد الكذاب ربي يزلزل الأرض بيك أنت بارك لأنك كذاب لأنك كذاب أنت ما تصلح تلميذ عند أبي حنيفة باش تقعد عند أبو حنيفة أبو حنيفة كان يقعد يقدمه علامة كبار عمر بن عبد العزيز الإمام البخاري الإمام البخاري ما اسمعش بالحديث تعالى فارض رسول الله هو لي رواهو لك هو لي جبهو لك هو لي قرهو لك هو لي علمهو لك هو لي سافر باش اسمع الحديث وكتبه باش انت اليومك جيت وبديعه ولذلك احنا الحرب في هذه المسألة ما كسكت والله من يبدع الإمام أبو حنيفة نحاربهم مع أني مالكي ولكنني لا أقبل هذا إذن صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر